موسيقى في بلدنا الدنيا بتتغير ومتحلى ودايما نتام وبدأنا نخطط ونقرر ونحقق كلنا حلام في بلدنا بنهوة وبنعافر ونعمل كل العلينا وبركة ربنا حوالينا دايما نشي وكله تمام كله تمام يا بلد يا ذليا مع هالة ومحمود الويشي دايما نرايك الدم وعليا ويربي سونك ويتعيش بلدنا بجعل كل الناس هتقابل على موسيقى وننوي مواهد في بلد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامتكم كله تمام مع هالة ودويشي الحلقة الأولى من المسم الثاني طبعا احنا غبنا عنكم حوالي 15 يوم وحابة أقول لكم احنا متشكر جدا 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 على رد الفعل على الحلقات السابقة على صفحيتنا على الفيسبوك ورجعنا لكم بكوه ان شاء الله مشاهدين اهلا بكم ولكاء جديد مرة اخرى تحية مصر بشعبها وجيشها العظيم نشرة اخبارية جديدة بأهم وابرز العناوين وايضا من اهم الاخبار هو استعداد الجالية المصرية بألمانيا لاستقبال الرئيس السيسي استعدادات خاصة لابناء الجالية المصرية ببرلين لاستقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب توجهه لألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا حيث استعدى ابناء الجالية المصرية مصر وصور الرئيس السيسي ومكبرات الصوت ويتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي سيعقد غدا الأحد وقبل أيام تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصرح استفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا حيث اطلعت المستشارة ميركل الرئيس على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات اصلا بالملف الليبي سعيا لبلورة مصار سياسي لتسويت القضية وفي هذا الصياق تم التبادل حول وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية ومن جانب السياسة حول ملف سد النهضة حقائق تبدد أكاذيب وحصة مصر المائية مضمونة تناولت بعض المواقع المغردة مع علومات خاطئة عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن حول ملء السد وطبعا من الوجهة الهندسية ملء السد هيتم على مراحل المرحلة الأولى هتبقى سريعة وذلك لغرض تشغيل السد وتشغيل التربونات لتوليد الكهرباء وده الغرض الأساسي من الموضوع باقي المراحل بتاعة ملء السد هتتم على مراحل حسب الفيضانات وحسب المواسم وملهاش مدة محددة تمام والمفاوضات الأخيرة اللي تمت في واشنطن في العاصمة الأمريكية كان فيه اتفاق لدول المصب اللي هي السودان ومصر مع أسيوبيا اللي هي بلد السد أن الموضوع هيتم على مراحل وبدون تأثير على دول المصب وأيضا من جهة الكهرباء انتهاء تجارب الكراءة الموحدة بشركات التوزيع بمارس وتعميمه بإبريل أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم الانتهاء من تجربة برنامج الكراءة الموحدة بجميع الشركات توزيع الكهرباء التساء على مستوى الجمهورية في مارس المقبل للتأكد من دقة ومعالجة أي أخطاء تخص البرامج قبل تعميمه رسميا بإبريل المقبل لتفادي حدوث أي أخطاء تؤدي إلى مشاكل في فواتير استهلاك الكهرباء ولفت المصدر إلى أن برنامج الكراءة الموحد متصل بشبكة الإنترنت ويعتمد على التقاء صور لعداد الكهرباء وإرسالها مباشرة بواسطة الإنترنت لإدارة شركات توزيع الكهرباء لافتا إلا أن البرنامج يتيح إمكانية تتبع ومعرفة ومكان الكشاف لضمان تسجيل كراءة سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك وأوضح المصدر أيضا أن شركات توزيع الكهرباء التسعى نجحوا في تصفية التراكمات الموجودة بعددات المشتركين موضحا أنه من المتوقع أن تكون جميع فواتير الكهرباء التي ستتم إزدارها بدءا من فبراير المقبل بدون أي تراكمات ومعبرة عن الاستهلاك الفعلي للمشترك ومعنا خبر رياضي للمنتخب المنتخب يطالب بالصفر إلى توجو بطائرة خاصة تمام ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري التقدم بطلب لاتحاد الكرة إلى الصفر إلى توجو بطائرة خاصة بعد تغيير الاتحاد الأفريكي لمعيد البطولة الأفريقية اللي كانت أساسا هتقوم في يونيو وتقدمت إلى شهر يناير 2021 ومن جانب الحوادث فقضية مجدي عبدالغني تتصدر التريند الأول في الأخبار حيث أنه في 28 يناير الجاري الحكم في معارضة مجدي عبدالغني على حكم حبسه سنة بقضية الميراث وإليكم بالتفاصيل حجزت محكمة جنح الدقي بالمعارضة المقدمة من جانب مجدي عبدالغني عدوى مجلس إدارة اتحاد القرى السابق على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه غيابيا بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه للحكم في جلسة 28 يناير الجاري ومن جانب الفن احتفلت النجمة ياسمين عبدالغني بعيد ميلادها الأربعين وكان فيه عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا وأحمد العودي ولكن لفت النظر صورة الأحمد العودي تحولت لتريند وبشأن ارتباطهم ويا رب يكون خبر سعيد إن شاء الله ومن جانب آخر من الحوادث حبسه متهم بقضية شهيد الشهامة بالدقهلية والنيابة تطلب سرعة ضبط شخص آخر تحرر المستشار محمد هدايات رئيس نياب الطلخة بإشراف المستشار علاء السعدني المحام العام لنيابات جنوب الدقهلية اليوم بحبس سائقة توك توك المشارك في واقعة مصرع محمد العزيزي والمعروفة إعلاميا بشهيد الشهامة بالدقهلية أربعة أيام على زمة التحقيقات كما قررت النيابة بإخلاء سبيل السائقة المتهم بدهسه أثناء متاردة المتهمين وطلبت النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهمة الهارب ومازلنا مع الفن احتفلت أيضا برضو الفنانة أنغام بعيد ميلادها بس دوت كان خارج الأراضي المصرية كان في المملكة العربية السعودية حيث كانت تقيم حفل في مدينة القصيم وقام الجمهور بإهداءها طورة تعيد ميلادها واحتفلت وغنت وطفت الشموع في الحفل نفسه وأخيرا أخبار التقس التقلبات الجوية مستمرة شبورة كسيفة تغطي سماء المحافظات كما في الأرصاد تقلبات بالتقس خلال الثلاث أيام القادمة وتوقعات بأمطار على السواحل الشمالية ومناطق بالقاهرة والجيزة والحرارة أقل من المعدلات بأربع درجات وعن تقس غدنا الأحد وفرص الأمطار فتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة والتقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيدة نهارا شديد البرودة ليلا أعزائي المشاهدين نرجو أن نكون وفناكم بكامل الأخبار في الفترة السابقة ونخرج لفاصل ونرجع لك تاني ورجعنا تاني من الفاصل أنا كان هو دكتور مهندس زابط هي دي المهن اللي كان الناس بتشتغلها وبتدخل منها دخل فأنا حابب أقول للشباب لا ده في حاجات كتير ظهرت في حياتنا بتدخل دخل ودخل مش طبيعي دخل كبير جدا وده اللي هنتعرف عليه النهاردة في حلقة علشان خاطر تقدر تأثره في الناس صح لازم تدخل لقلوبهم وهو مش بس قدر يدخل لقلوبهم قدر كمان أنه هو كلما يتوصلوا معاه أو يحاولوا يتكلموه يكون على طول سريع الرد معاهم قدر كمان يشوف إيه الحاجة اللي هي تريند وهما بيحبوها وعايزين يعرفوها أكتر وهو كمان بقى يساعدهم في الموضوع ده علشان كده معينا النهاردة اللي تفيوبر وكمان أنا بقول عليه أن نجمل أنستجرام كله جيمي عبد الناصر قدر في فترة صغيرة أنه هو من حد كان بسيط جداً لحد بقى عنده داخل دلوقتي على مليون فولورز ولحد عامل أغنية على أنستجرام دلوقتي وصله مليون ونص ولحد كمان بقى موجود في كل الحفلات وبقوا بيحاولوا أنهما يوصلوا له علشان يطلع برا يسوق للمنتجات بتاعتهم معينا النهاردة الجيمي مساء الخير يا جيمي مساء النور منوارنا النهاردة جيمي في الأول عايزك تعرفنا بنفسك أكتر علشان ناس اللي بتسمعنا أنا اسمي الحقيقي جمال عبد الناصر داخل في 22 سنة خلاص شهر اتنين الجاي سبعة اتنين أنا بدأت مجالي السوشيال ميديا عموماً بصدفة كبيرة لأن أنا مجالي كان في الستريت فاشن كنت بعرض كنت موضل ودخلت كنت أبالعب كرة قدم فمجالي السوشيال ميديا جالي بأن أنا كنت بحب التمثيل من وأنا صغير جداً لدرجة أن أنا دخلت فريق المدرسة بتاعي كنت بعرض مع مصرحيات عرضنا كذا مصرحية قدام الفنان الرحيم الله رحمه وقل نور بالمناسبة وقل نور قريبي فعرضنا قدامه مصرحية أنا من صغري وأنا بحب التمثيل جداً فخدت الموضوع ده شوية بشوية أهلي كانوا هما دايماً أكتر ناس مساعديني في الموضوع ده يقولوا لي أنت حبيب الموضوع ده خلاص تكمل فيه ما كانوش معارضين معاه في أي حاجة النجاح لي بيجي من أهلي بيكبر بسرعة بالزبط هما كانوا فعلاً صبرت لي جامد جداً دايماً ما فيش معارضة لأي حاجة كنت بعملها بدأت واحدة واحدة لحد ما كنت بستخدم الموبايل عادي جداً خطيت الموبايل قدامي كلمت عن فيديو بيتكلم عن البنات اللي بتتكلم عن الكرة وهم مش فاهمين بالتالي نزلت الفيديو ده عندي على الفيسبوك نزلته نمت صحيت لقيت في حاجة غريبة حصلة على الفيسبوك لقيت الفيديو بتاعي جايب فوق الـ 4 مليون view ولقيت البيجيز بتاعت الانستجرام كلها بتاعت الكرة كلها متشارة الفيديو جالي كمية مسجاتي ان انا اعمل بيتش اعمل عليها فيديوهات بالتالي خدت الخطوة دي خدت الخطوة دي بان انا اعمل بيتش ونزلت فيديوهات كتير جالي بعديها بشهر او شهرين الحمد لله جالي الفيسبوك كلمني كانوا عاملين ايفنت هنا في مصر عملوا ايفنت على الكرياتورز هنا في الميدل ايست كله مش في مصر بس على افضل محتوى في الشرق الاوسط كنت انا من ضمن الناس دي اللي كانت موجودة في الفيسبوك كرياتور اتجهت من الحتة دي من الحتة دي بقى من الفيسبوك دخلت الانستجرام ومنها دخلت اليوتيوب فخدت بقى الموضوع دا عارفنا ناس كتير فاكرة ان هو انت بدأت من التيك توك ومشورة بداية يعني اصلا موضوع دا جديد قوي خالص طيب مبدايا ان انت بتشجع بتقول للاهالي تشجع ولادهم انهم يمشوا في المجال دوت وفيه عائد كويس في الصح طالما هو ماشي في موضوع صح ومحتوى فعلا كويس خلاص مفيش حاجة تضر طيب التيك توك دا انت عرفته منين الاول اشهر امليكيشن في ماسر دلويت ويعني ايه تيك توك نعم نحب نعرف طيب التيك توك اصلا انا دخله من عائمة كان اسمه ميوزيكلي ميوزيكلي كان برنامج عادي جدا انا ما كنتش اعرفه انا كنت عادي على الانستجرام لحيت فيه كمية فيديوهات نازلة لناس فيه اغنية شغالة بس فيه ناس بتحرك شفايفة عليها انا بصراحة ما كنتش حابب المحتادة في الاول خالص لان انا شغلي كل يوتيوب وفيسبوك بعمل فيديوهات مونتاج وكده جالك كمية مسجات للناس لازم تعمل ميوزيكلي لازم تعمل ميوزيكلي طب انا بحب الناس اللي عندي خلاص هم طلبين مني حاجة فانا هعملها لهم انا مش هعمل حاجة على دماغي لان انا الناس برضو اللي بتفرج عليها هم عايزين حاجة معينة فبالتالي انا هقدمها لهم فدخلت الميوزيكلي بالصدفة البحتة جدا كنت دخل وطار فيه دخلت عملت فيديو في اتنين في تلاتة اربعة لقيت الموضوع بيتطور كانت شغالة موجودة اساسا؟ الحمد لله كانت موجودة انا دبادئ سوشيال ميديا من 2011 او من 2010 ففي نهاية 2010 من وانا لحد الان فكان التيك توك او الميوزيكلي اصلا ما كانش موجود ما كانش في حاجة اسمها اصلا البرنامج ده الحمد لله ساعتها اصلا انا كنت معروف والناس كانت عرفاني بدأت دخلت البرنامج بالصدفة البحتة جدا زي انا قلتلك فانا دخلت نزلت فيديو اتنين تلاتة لقيت الموضوع بيتطور معايا لقيت فيديوهاتي نزلة على شوية لاقيه على الستويس على الستوري بتاعت الواتساب على الانستجرام على الفيسبوك لدرجة ان انا لقيت فيديوهات ليه على يوتيوب نزلة من التيك توك فعادي انا خدت الموضوع عادي جدا وبرده بدأت اعمل فيديوهات هو الموضوع كان بالنسبالي سهلي جدا ان انا ما بياخدش مني مجهود انا بقى افتح الفيديو هو ما بياخدش مني كله على بعد خمس دقائق فالموضوع كان سهلي فبالنسبالي انا كنت حابب بالموضوع عادي وانت كنت بتختار الأغاني اللي فيها الساسبانسة اكتر بالزبط بالزبط هي الحركات تلكائي هي الحركات انا معايا ما عندي حركة معانا بس هي الحركات بتيجي تلكائي عموما بس هو البرنامج نفسه فيه تأثيرات معاينة بتتعمل يعني فيه ناس ممكن تطلع تردد وراء الأغنية بس تمام؟ وفيه ناس بتامل أشكال بأو حركات وكده اه بالزبط فيه ناس دي انا بحب محتوىهم حتى الان على تيك توك الناس بتامل ترانزيشن بيقلبوا الموبايل وغيرات شركات يعني فيه سنة مجهود في الموضوع فالموضوع حلو انا دخلت البرنامج وحادي جدا جد فيه تمام لقيت تيك توك كلمني كانت بقى ساعتها اسمه تيك توك يعني هم غيروا اسمه من ميزيكلي بقى اسمه تيك توك كانوا مكلموني وعملوا إيفينت هنا برضو في مصر حضرته وتمام لحد ما جات فترة كده يمكن من ثمان شهور اوه ده ثمان شهور دخل على السنة هوا موقف تيك توك خالص هو ده السؤال لانا كنت عايزة تسأله لك ليه اعتزلتوا مرة واحدة وبعدين بدأت ترجع له تاني شوية بشوية انا مارجعتروش انا نزلت فيديو تدريجي كده على التيك توك بحيث ان انا الناس كانت برضو بتسأل عني كتير عليه بس انا ليه بعدت عن التيك توك لان انا كنت داخل تيك توك زي ما قلتلك انا كنت داخله اسمه ميزيكلي فبالتالي كان البرنامج ما كانش عليه ناس كتير كان كويس في البداية فيما بعد انا لما بقيت ادخل البرنامج في الاكسبلور بقيت بشوف حاجات انا مش حابب ان انا شوفها مش عادته تقاليد مصرية ولكن اللي بيعملوها مصرية فبالتالي احنا مشينا على عادته تقاليد برا فمشينا عليها بطريقة غلط ياريتنا احنا مشينا عليها بطريقة صحة لا احنا يعني هم مشينا عليها دي عادته متقلدهم فبالتالي احنا مشينا عليها بطريقة غلط فانا بالتالي لما اكون على اطلاع زي ده واعمل علي برنامج الناس واعمل علي فيديوز فالناس اللي بتحبني هتضطر ان هتخشوا طيب الناس اللي هتخشوا قبل ما تدخل عندي هتخش على الكسبلور فبالتالي هتشوف الحاجات دي فأنا هكون زنب من أن الناس دي تدخل على حاجة زي كده وتشوف فبالتالي أنا عندي أولاد إخواتي صغيرين لسه أنا عن نفسي لو هتكلم كجيمي كشخص بعيدا عن السوشيال ميديا أنا مش حابب أولاد أختي أو أولاد إخواتي أخواتي الأولاد يخش على أبليكيشن زي ده ويشوفوا الحاجة دي فبالتالي أنا جات فكرة في دماغي قلت لأ أنا لازم أقول حاجة زي كده بحيث أنا ما كونش طرف من المحتوى ده ده حاجة حلوة جدا وخصوصا كمان اليوتيوبر والناس اللي بتكون بتشتغل على حاجة حابة أنها تكون عليها ناس كتير ما بتبصش على المظهور بقى التالي أنا محتوى تيك توك أنا مع احترامل أي حد بيزيش على تيك توك أنا على تيك توك برضو أنا كنت على تيك توك ما كنتش حابب المحتوى أولا ليه؟ أنا مش حاسس بما كنت في التالي أنا لما بعمل شغل على اليوتيوب لا أنا اليوتيوب أنا مسور فيلم اسمه كما تدينتو دان داخل في الاثنين مليون كما تدينتو دان ده أنا صورته في أسبوعين خات مني منتاج أربع أسابيع لما نزل وجاب أرقام حلوة فرحت ليه؟ حاسس بمجهود حاسس بتعب فبالتالي مجهودي وتعبي ما نزلش على الأرض كان فيه محتوى حلوة كمان أنت بتقول للناس الحاجة اللي أنت بتعملها بتترضي لك بالزبط بس الحاجة الأقوية جميئة الأغنية اللي أنت عملتلتها عن السوراتون أو الكنسر عموما دي تقريبا آه دي تقريبا معدية دلوقتي المليون وحبة تقريبا داخل في مليون ونصف آه الحمد لله آه م شاء الله طيب أنا حابب أسألك هم سؤالين في بعض كده دلوقتي مواقع التواصل اجتماعية زي تيك توك زي فيسبوك زي انستجرام زي كده هل هم بيتواصلوا معاك يعني هم بيبزلوا مجهود لكل واحد عدة مليون يتواصلوا معاها ففي ناس كتير بتاقي لها عدة المليون بتواصلوا مع الناس كلها آه ما ظنش يعني في ناس بيتواصلوا معاها وفي ناس لأهوا على حسب كل واحد عنده الكاتجوري إيه اللي ماشي عليها آه دلوقتي الناس بقى بتقول لا فيه مكسب من وراء الموضوع دوت مكسب مدي آآ ده موجود ولا مش موجود مكسب المديها فعلا كانت موجودة بالفعل آآ لكن لفترة قصيرة جدا آآ ولكن تيك توك وقفها فبالتالي آآ جمت واصلوا معانا من فترة قريبة جدا آآ تواصلوا معايا أنا كمان شخصيا آآ عرضوا علي ليه وقفت تيك توك وليه آآ كانوا عايزين يفهموا مني ليه الموضوع اتكلمت معهم وبالتالي هم شغلين على الموضوع ده خصوصا في مصدر طب هم تفهموا بقى الكلام اللي انت قلتوا تفهموا الموضوع جدا ولدرجة ان هم بقوا بيدوا باند الأكاونت حاليا اي أكاونت فعلا خارج او مالوش محتوى بيعملو له باند فهم تفهموا الموضوع كويس وطلعوا ناس يعني متفاهمين الموضوع مش مؤثرين في حاجة طيب هو ده طبيعة شغلك الوحيد يعني انت بقى بتعمل ايه تاني غير الفيديوهات وغير هو عموما انا كده كده لسه بدرس انا لسه سألتها كلية فانا لسه بدرس انا مجالي السوشيال ميديا عموما انا بحبه جدا بحبه جدا بكل تفاصيله بحب شغلك جدا بحاول كل كل فترة طول ما نعاد اجيبها فكار جديدة انا موقف شغل الايام دي على اليوتيوب عشان انا بحضر لحاجة ان شاء الله نازلة قريب جدا قوية بس مش هيوبة فيديو قصير هيوبة برضو فيلم هيوبة ينزل برضو قريب ان شاء الله فانا مجهز له فانا موقف قناة اليوتيوب بتاعتي لفترة سيارة بحيث ان انا ما بحبش انا عندي استعداد ان انا انزل كل فيديو كل يوم فيديو كل يوم انزل فيديو ولكن بالتالي انا مش هكون صريح مع الناس اللي معي انا بحب الناس اللي عندي لما تيجي تتفرج على حاجة تتفرج على حاجة تتليق بيهم من ناحية كواليتي تصوير مضافة اللوكيشن اللي انا بصور فيه الفكرة نفسها اللي هتوصل لهم تكون حاجة تليق بالنسى انها باطفالة فيها طيب بقى سؤال بنسأله بقى للموصلين هل انت عملت حاجة عملت حاجة ندمت عليها بس خلينا نطلع الفاصل الاول وعدنا نرجع نجابها السؤال عزها المشاهدين ورجعنا تاني بعد الفاصل وكنا سألنا جيمي سؤال انت عملت فيديو او حاجة وندمت انك انت عملت الفيديو دوا لا هي مش فيديو ندمت عليه لكن انا يمكن ندمت ان انا ضيعت فرص كتير كانت قدامي ان انا اعملها ولكن في فكرة كسل بتيجي في الموضوع عموما فكانت سعد بتوقع مني حاجة كتير كمان كنت في ناس يعني كانت هي اللي بتخلينا كسل عن الحاجة دي فانا بالتالي اخدت كرار ان انا استمر بنفسي بقى ما اسمعش كلام حدا او كده دايما بسامورتي نفسي حتى لو ما فيش حد بيسامورتي يعني كده بس الناس اللي دايما عندي على الاكاونت على الانستجرام او في اي حيط دايما فعلا وقفين في ظهري لو شافوني في اي محنة او اي حاجة دايما بيبعتولي مسجات كتير جدا بحاول ارد على اكبر عدد من المسجات اللي بتجير بس طبعا بعرفش ارد على كله اللي بغزفن عني بس لكن حاجة انا عندما عليها دايما ما فيش حاجة دايما انا ماشي في خط مستقيم كده مع نفسي ولو في اي حاجة جات كده او كده بحول عدلها مع نفسي ما بحبش ادخل يعني خصوصيات ادخل في حد كتير ممكن اي هم اهلي بس جيمي احنا عايزين نسمع اغنية اللي هي السرطون بس عايزك الاول تقول لنا اي مضمون الاغنية او بتتكلم عن ايه او مضمون الاغنية جيه احنا ما كنا عاديين في الستوديو فمضمون الاغنية جيه ان واحدة كانت بتحب واحد وجالها مرض الكنسر تمام فهو الموضوع كله ان هي المرض مع الحب ده خلىها انسانة يعني مقصورة في الحياة وبتتكلم عن كده فنتكلمنا عن ان المرض مش حاجة هينة ان الناس تستهون بيها او على حد عنده حاجة زي كده الناس تقول له ربنا يشفيك طبعا ربنا يشفي كل مريض فالحاجة دي فعلا لازم كلنا نوبة سابورت كل الناس مش واحد ولا اثنين ولا تلك كل الناس تبا ايه كانت مجروحة خطيبة تخلى عنها يا جيه مضمون الاغنية حاجة زي كده بس هو دايما للاغنية سابورت المرض السرطون عافية ده موضوع مشهور جدا موضوع التخلي بعد المرض ده وبعدين ده خطيبها ده حاجة يعني في البداية لكن ده في زوجات تمام ازواجهم بيسيبوهم بعض المرض يعني ودي حاجة يعني بالزبط انا معرفش هي موجودة كتير في مصر رغم ان مجتمعنا الشارق معندوش النقطة ديت يعني عاطفي اكتر ودايما بالعكس يعني المفروض ان عدد كتير بس طبعا فيه احصائية بتقول ان عدد كبير جدا حصل معا الموقف دوت زوجات كتير تمت الطلاق بعد اصابتهم بمرض بالزبط من اللي كاتب الكلمات الكلمات ساعد بنشارك انا بشارك فيها معايا اللي بيوزعلي ودايما معايا عبدالله البوب هو المغني معايا الأغنية عنده استوديو بتاعه بيوزعلي بيصوري دايما الكليبات بتاعتي المخرج احمد سينا ده صديق طفولة يعني بدأنا كل حاجة مع بعض لحد الان انسان شاطر جدا بيحب شغله جدا وصل من بتاعتي لدلوقتي ما شاء الله ده ليه في الاخراج هو اللي بيصوري كل كليباتي فدايما احنا بنصبورت طاعد كمجموعة اذا كان عبدالله البوب مطرب هايل احمد سينا برضو بديله كل الشكر اعتبر اخويا فطبعا ده بعد اهل يعني عارف يا جيمي انا دايما شايف ان اغنية الكنسر دي عملت النسبة المشاهدة الكبيرة دي لان الكنسر في كل بيت عندنا بس بقى موجود وحاجة وحشة جدا ان هو يكون حد موجود ما حده بيتخلى عنه الكنسر دايما موجود مش بس ممكن يوبى مرض ممكن يوبى تفكير فيه ناس كتير بيوبى عندهم كانسر بس تفكيرهم مش بيوبى لازم يوبى مرض جسدي فلازم احنا نتعافى من الحاجة دي عشان نوبى كويسين مع بعض عادي حتى في الحياة ولازم طبعا نقف جنب الشخص تاني اللي بيعاني من المرض ده علشان يقدر ان هو يقوم تاني مش صحة ابدا يعني ان احنا نسيبه في المحنة حتى لو احنا مضطرين ان احنا ننفصل بعد كده انت فيه مثلا حفلات بتطلحها في افرح مثلا لا افرح لأ افرح لأ افرح لأ افرح لأ افرح لأ حد بيطلوبك تغني مثلا لا ممكن افرح مثلا طبع حد اصحابي قريبي كده بروحادي لكن حفلات انا دايما انا بقى بهوست في الحفلات بطلع اقدم الحفلات اخر حفلة اللي ايا كانت شهر 12 اللي فات كانت في العشرة من رمضان وحنا دي الرواد كان مع أحمد كامل ومران بابرو دي اخر حفلة اللي كانت في العشرة وقبلها برضو كنت في حفلة في جامعة الزازيق مع تشار موفرز طبعا ريتبول فانا دايما بطلع هست في الحفلات وبغني في الحفلات لكن مفرح لما طلقتش يمكن هو بس ما قرأي من بدات ما كنت معنا النهاردة انا حاسس انك انت عايز تأكد دايما على المضمون اي حد ان الشباب بيعمل اي حاجة جديدة يفكر الاول فمضمون الكلام في انه هيتعرض على عائلات صح بعد كمان بقى ما سمعت الاغنية لان انا بالنسبالي بصراحة اول مرة اسمعها اه يعني يمكن الاستاذة هلا سمعتها لكن انا اول مرة اسمع حسيت ان الموضوع فعلا 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 المحتوى انت بتفكر فيه قبل اي حاجة هو المحتوى دايما لازم 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 يتفكر فيه لان انا دلوقتي انا لو ابو قاعد في البيت فلاقيت ابني مسيك الموبايل بتفرج على حاجة فبالتالي انا لو جيت شفته بتفرج على محتوى كويس هقول له طب ده انسان كويس تابعه لكن لو ما بيعملش محتوى كويس لأ بالتالي انا همناه عن حاجة زي كده فبالتالي انت لازم نعمل حاجة ان نكون دايما بنوعي فيها لسه الاطفال الاجيال الصغيرة لان فعلا الاجيال الصغيرة حاليا نتفكرهم في حتة تانية احنا دلوقتي كله تكنولوجيا فدلوقتي انا ليه يعني اولاد اختي الولاد بيبوا قاعدين في السن ده بيبوا مسكين الموبايل جيمي انا عايز اعرف ليه الاسبونسور الفترة الاخيرة دي بقى كل تجاوى سوشال ميديا فبالتالي يشوف مين على استجرام خلاص بقى مليون او حاول يقرب لمليون وبتكلم معي وبيحتاجه ان هو يعرض له حاجة بتاعته هل لان هو عنده عدد كبير ولا علشان الفيدباك بتاع الناس معاه في الكومنتات او الليقات بيكون اقوى لا هو دايما الشركات الكوية بتبص للفيدباك الاسبونسور كوي بيبص للفيدباك ما بيبصش لأرقام ابدا نسبونسور العادي عزل بس الناس تشوف مجرد الاسم بتاعه اعرف ناس اقل من مليون بكتير اقل من الخمسمائة الف بس عندهم الفيدباك كويس جدا ناس محبوبة عندهم الفيدباك دايما في ظهرهم فبالتالي دايما الفيدباك بيبقى اهم فيه ناس تانية بقى بص النسبة لهم رقم بس مين مشاهير تاني انت بتحبهم يعني على المستوى الشخصي اه على المستوى الشخصي انا فيه كتير جدا انا مشاهير تانية حد بس على المستوى الشخصي انا دايما حد من قريب مني جدا دلوقتي على الستويتشال ميديا يا احمد الشبوكشي انسان راكي جدا شفت الفيديو بتاعك معي انسان راكي جدا بصراحة فكر متوسع جدا شاطر جدا في شغله هتبقى غاني لستوى محمد رمضان وهو بيغني بحب جدا يعني هو صاحبي جدا بس انا انا كواحد لو انا ماليش في السوشيال ميديا انا تشرف ان انا اكون من الفانز بتوع يعني علي غزلان او طبعا دكتور علي غزلان ناس كتير مش عايزة انسى حد بس انا عموما كل الناس بحبها السوشيال ميديا وبكراش حد ابدا جيمي احنا طبعا مش عايزة اوصف لك احنا سعداء قد ايه بوجودك معنا وانت شرفتنا وكان يوم جميل اشرف لك اعزائي المشاهدين خلاص الحلقة عدت سريعا والوقت خلص وطبعا جيمي هو مش حاسينا بالوقت ولكن ان شاء الله في الحلقات الجاية هتكون في حاجات اكتر وجيمي ان شاء الله هيشرفنا مرة تانية ولكن الوقت هيكون كافي وهيكون فيه كمان محتوى مختلف وحاجات مختلفة استنونا كل يوم سبت من ستة لسبع ببرنامجكم كله تمام مع هلا والويشي والويشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة